مرحبا يا أصدقاء أصدقاء بمطاري والعالم العربي ورحمة الله أصدقاء في أصدقاء نفسنا سنقوم بمتابعة التقليد اليوم يا أصدقاء سنقوم بمتابعة غالبورات في هذا القرآن سنقوم بمتابعة شابتر 3 طبعا احنا كنا أخذنا قبل كده شابتر 1 شابتر 2 أخذنا كمان التدكشن على الستوري النهاردة هناخد شابتر 3 شابتر 3 من الفصول المهمة جدا في الترم الأول هناخد فيها بعض الأحداث اللي حصلت في التشابتر هنعلق على بعض الأحداث طبعا احنا في عندنا أحداث كتير في التشابتر 3 طبعا احنا كنا وصلنا المرة اللي فاتت ان غالبور كان المفروض انه هو يعني يجهز نفسه لي بروبابل أتاك يعني ايه بروبابل أتاك يعني هجوم محتمل فرام بليفاسكو وطبعا احنا عارفين ان بليفاسكو دي الجزيرة اللي هي الأخرى اللي عليها برضو ناس صغيرين نفس الحجم نفس الحجم بتاع الناس اللي هم عايشين في جزيرة لليبوتش غالبور طبعا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان انتوا ساعدتوني أكيد يعني قدمتوا لي طعام وعملتوا معايا كل شيء طيب فانا أكيد لما تطلبوا مني مساعدة أكيد هوافق فقال لهم أنا جاهز أنا جاهز إن أنا أدافع عنكم ضد أي هجوم من بليفاسكو من جزيرة بليفاسكو نرجع نفكركم إيه السبب أو سبب الحرب ما بين بليفاسكو وليليبوت طبعا إحنا عارفين إن الليليبوت كان عندها بعض القوانين اللي هي silly laws أو silly rules قوانين سخيفة شوية that prevented منعت the people to break the egg إن هما يكسروا البيضة at the big end حاجة too silly سخيفة جدا جدا إنه ما ينفعش إنه هنكسر البيضة at its big end الناس دول كانوا متمردين وقالوا لا إحنا نكسر البيضة بروحيتنا من ال big end وإني القانون مش عاجبنا يعني اللي حصل إنه هما راحوا سفروا إلى بليفاسكو جزيرة بليفاسكو they were welcome تم الترحيب بهم by the king of بليفاسكو تم الترحيب بهم بواسطة مالك بليفاسكو ودي كانت المشكلة الأولى اللي حصلت ما بين ليليفوت الجزيرة و بليفاسكو طيب إحنا دلوقتي أنا كملك بليفاسكو رحبت بالمتمردين وإن كان ده يعني إلى حد ما شيء يعني ما كانش محسوب كويس من قبل the king of بليفاسكو ولكن كان ممكن يقوى يعمل حاجة أفضل كان هو ممكن يعمل مثلا تصالح ما بين المتمردين وما بين the government الحكومة ولكنه يعني welcome to them Gulliver was ready for the attack but as a kind man كرجل طيب Gulliver didn't want to hurt anyone ما كانش عايز يأذي أي حد فهو he had a plan كان عنده خطة إيه الخطة بتاعت Gulliver؟ إنه هو بلّفاسكو في بليفاسكو وفي سو في ذلك ما بليفاسكو ويغلو به إيه الخطة أفضل وبن breachهم إلى اللللللغة وبالتالي وفي س black بليفاسكو مش هيكون عندها أسطول بحري هو سلابهم السلاح اللي هما معهم اللي هو هما دول جزيرتين فأكيد لما يجوا يحاربوا بعض أكيد هيحاربوا باستخدام أساطيل أو سفن أكيد هي اللي هتحمل طبعاً جاليفر كان عنده الخطة دي إنه هو يجيب الفليت اللي هو أسطول السوفون ذات بليفاسكو هاز اللي عند بليفاسكو طب حلو جداً وبعدين هل جاليفر لو في أي هجوم from the people of بليفاسكو against جاليفر هل جاليفر يقتل أي شخص؟ هل جاليفر هيقتل أي حد؟ no جاليفر decided not to kill anyone not to hurt anyone as a kind man كرجل طيب وتبعاً في حاجات تانية مهمة جداً أنا طلبت إن أنا أو أنت كملك أو في ليلي بوت طلبت إن أنا أساعدك فأساعدك لأن إنت قدمتلي معروف لكني لن أرتكب حماقة بإن أنا kill the people kill innocent people إن أنا أقتل الناس أبرياء إزاي أقتل الناس أبرياء ما لهمش أي علاقة بالمشكلات السياسية بين الدولتين فده كان فكر جاليفر وبالفعل رتب لده كويس جداً طلب من المسؤولين إن هما إن هما يجبوله إيه؟ يجبوله 50 poles يعني خمسين هو عرف عدد السفن إن هما 50 وطلب منهم 50 poles يعني خمسين عمود من المعدن and he used it he turned it لفه طعيم أو twisted it to be the shape of a hook يبقى شكل الإه الهوك اللي هو يعني السنارة أو الشيء اللي هو المعكوف يعني hook خطاف وطبعا طلب منهم كمان chains سلاسل he tied the the end of the hook أو fastened the end of the hook to the chains وبعدين هاي يروح طبعا هناك ليه بليفاسكو ويه هيعمل إيه he will fasten the hook أو he will put the hooks onto the ships and then fasten them يعني ربطهم مع بعض all together تمام with the chains and bring them to ويجيبهم لفين لك زيرة لليفوت بس لازم فيه ترتيب كل حاجة في الدنيا اللازم يبقى لها دراسة أو تخطيط هو طبعا أول حاجة عملها asked about the distance سأل على المسافة between لليفوت and بليفاسكو فهو عرف إن هي about 800 about 800 a kilometers حاولته 200 kilometers وبالتالي 800 meters 800 800 800 مت يعني هي المسافة مش بعيدة أوي المسافة يعني ما بين الجزرتين مسافة صغيرة مش كبيرة ولكنها في الماء طبعا asked about the depth سأل عن عمق الماء the depth of the water سأل عن عمق الماء هما ألولوا about two meters حوالي 2 meters كل الكلام ده عرفوا غاليفر وحطوا في دماغه وبعدين he went to the northeast northeast of لليفوت ذهب إلى الشمال شرق لليفوت تمام of the north side of لليفوت الشمال أو الجانب الشمال من لليفوت and used his pocket telescope استخدم ال pocket telescope بتاعه اللي هو telescope الجيب بتاعه ليه بقى to study the situation عشان يدرس الموقف that he's gonna face يشوف السفن عادتها قدي بالفعل المكان بعيد أوي ولا لا يا ترى هو هيمشي ولا حاجات كده بس هو عمل حاجة هو he lay on the ground رقد على الأرض so as not to be seen لكي لا يتم رؤيته by the enemies بوسطة الأعداء اللي هما بتو بليفوسكو طب ليه هو عمل كده طبعا أكيد الناس عارفين إنه موجود لا ما كنوش عارفين إنه جاليفر موجود في جزيرة لليفوت ليه قال لنا there was no communication between لليبوت and بليفوسكو there was no communication ما كانش فيه أي تواصل ما بين لليبوت و بليفوسكو طعيب كم تمام ما كانش فيه تواصل فهما ما يعرفوش أي معلومات طبعا نحن عارفين إنه كل ما بيبقى فيه communication كل ما المعلومات travel fast معلومات تسافر أو تنتقل بسرعة الانترنت بيسهل لنا انتقال المعلومات وكل شيء لأن هنا دي وسيلة من وسائل ال communication لكن قبل الانترنت كانت الدنيا يعني بسرعة انتقال المعلومات كانت أقل قبل التليفون كانت أقل أكتر وهكذا يعني فهو هناك ما كانش فيه أي communications ما بين الدولتين قليبر رقض على الأرض and he used his pocket telescope in order to study the situation on the shore of بليفاسكو على شاطئ بليفاسكو the number of the ships the number of the sailors the number of the soldiers عدد الجنود تمام حلو كده درس الوضع تماما وعمله دراسة جدوى كويسة وقال إن أنا ممكن أسافر لي ليلي بوت أسافر لي بليفاسكو ولكن كل الكلام ده وحاطت في دماغه إن أنا I am a kind man أنا رجل رجل ليس رجل سياسة أنا شخص طلب مني المساعدة حد أقدم لي الإيه معروف فأنا بقابله بمعروف زيه أو بإحسان زيه ولكني لن أقتل أحدا I won't kill anyone I won't hurt anyone لن أقوذي أو أقتل أي شخص بدأ يخطط وبدأ ينتقل من جزيرة لليفوت إلى جزيرة لليفاسكو بيقلنا إني he swam أو he walked most of the way ميشي أو كان بيمشي في معظم المسافة most of the distance and he swam وكان بيعوم when it is very deep لما كانت الدنيا deep أو المية عميقة شوي طب حلو جدا ميشي وعام ولما رح هناك حصل إيه ما رح هناك بدأ ينفذ الخطة بتاعته اللي هو إنه يشبك الهوكس بتاعته اللي هي الخطفات بتاعته to أو onto the ships تمام and to the chains وفي السلاسل اللي ربطهم and pulled the ships tried الأول to pull the ships ولكن وجد حاجة إني the soldiers الجنود ودي حاجة جميلة جدن جدن مني the soldiers were brave soldiers كانوا جنود شجعان they were not afraid of Gulliver هما كانوش خايفين من Gulliver you are a giant man you are an enormous massive gigantic man فأنت تم سلنا إيحنا نخاف منك no never we will we will defend our country till the last drop of blood سوف ندافع عن دولتنا till the last drop of blood حتى آخر قطرة من دماغنا وده طبعا يبين لنا أديهم مكانوا شجعان أي حد في مكانهم يشوفوا شخص أو يشوفوا كائن بهذا الحجم أكيد هيخافه لكنهم مكانوش خايفين من Gulliver and they shoot هما الأول طبعا هما كانوا خايفين already ولكنهم لم يتخذوا أي إجراء أو أي خطوة تبين أنه هما يعني تركوا القضية خالص آه ممكن نبقى خايفين ولكننا we will defend هندفع بالفعل they shoot arrows at Gulliver أطلقوا السهام على Gulliver Gulliver طبعا كان بيتألم شوية من السهام الاروز اللي هي كانت بتطلق عليه ولكنه he was afraid of hitting he was afraid of hitting his eyes تمام he was worried about his eyes كان نقلق بشأن عنه يعني أني arrows may hit his eyes السهام ممكن تختلق عنه فهو طبعا كان نخبي النظارة بتاعته so he wore أو put on لبس his glasses in order to لكي protect himself أو protect his eyes بالفعل بدأ يشد في السفن he started to pull the ships ولكنه they were tied كانوا مربطين السفن فعمل he used a knife to cut the ropes بدأ يستخدم السكينة لقطع الأحبال اللي هي الحبال اللي هي بربط السفينة السفن للإ في الشط أطلقوا عليه سهم أكثر ولكن جاليفر يعني was patient كان صبور he has a target and he must achieve it هو عنده هدف ولازم يحققه بالفعل جاليفر could استطاع was successful كان نجحا to get the ships to get the ships أنه يجيب السفن أو bring back the ships of بليفاسكو سفن بليفاسكو to the shore of لليفوت بس في حاجة هو طبعا جار أو صاحب السفن when they one of one of the soldiers of the officers واحد من الوفيسر said the ships السفن are coming without galliver السفن جاي بدون galliver so galliver must be killed أكيد galliver it atal and these ships و هذه السفن must be the enemy ships سفن الأعداء carrying the soldiers of بليفاسكو حملة جنود بليفاسكو who are gonna attack us اللي هيهجمونا دلوقتي وطبعا واحد من ال advisors المستشارين بتروع الملك قال galliver was not successful حد الحاجة والتاني راح يعني أضاف لها galliver was not successful في هذه الأثناء ظهر galliver تمام when the water was shallow لما المية كانت shallow or was not deep كانت ضحلة أو قليلة galliver could stand up وإدري وريهم نفسه إنه هو موجود I'm here ومش عايز أي رامر مش عايز أي إشعاعات يا lily putchins يا أهل lily put ظهر galliver طبعا the king was very happy and he called him the hero سمه the hero البطل and he gave him a reward الدل مكافأة the most important medal in lilliput أهم ما داليا في lilliput دلية الأبطال galliver عومل كإنه بطل وهو بالفعل كان بطل galliver بطول galliver فإنه هو he didn't hurt anyone he didn't kill anyone لم يقتل أي شخص دي بطول galliver and he kept his promise وكمان حافظ على وعده لملك lilliput إنه هو i will help you هسعدك خلاص هو ساعد الملك he didn't kill anyone كل ده يحسب ل galliver المهم galliver دلوقتي بقى شخص مهم في الدولة بس يترى الإنسان هيفضل أو هيعرف الإنسان هيطلب أكتر أكيد هو لما بيبقى معاه أشياء فبيطلب أكتر دايما طبيعي البشر كده هو لقى إني معاه يعني صار ولا تقدر بمال شخص ممكن يدافع عنه عن دولته ولكن أراد أنه هو يستغل يستغل لجاليبر يستغل لأمور evil شريرة طيب تعالوا إحنا نشوف الأول إيه الأسئلة اللي معنا ونرجع نكمل استغلال جاليبر هل سيتم استغلال جاليبر ولا لا أول سؤال معنا في مجموعة كتير من الأسئلة أول سؤال كان كيف وصل جاليبر إلى بليفاسكو كيف وصل جاليبر إلى بليفاسكو وكيف وصل إزاي بليفاسكو وكما كيف وصل بليفاسكو كان بعض المسافة ما بين بليفاسكو وليليبوت بيولينا he walked most of the day he walked most of the day مشي معظم الطريق and swam وعم where the water was deep حيث ما كان الماء عميقا طب المسافة كانت أديد الجزء الثاني من السؤال بيولينا it was about 800 meters away كان حوالي 800 meters فايت أول سؤال سؤال لبعض بيولينا what did Gulliver decide not to go why did Gulliver decide not to go to the north of Lilliput لقرر Gulliver إنه ما يروح شي للنورث of Lilliput لشمال Lilliput تمام قالنا because he didn't want the enemies of Lilliput to see him because because لأن he didn't want the enemies لم يرد إني أعداء Lilliput to see him إن هم ما يشوف طيب سؤال اللي بعد بيولينا why didn't the people of Blyfusco ليه الناس بتوع Blyfusco ما عرفوش know about Gulliver why didn't the people of Blyfusco know about Gulliver ليه أهل Blyfusco ما عرفوش معلومات عن Gulliver طبعا إحنا قلنا because there was no communications ما كانش في أي تواصل between Lilliput and Blyfusco there was no communications ما فيش أي تواصل between Lilliput and Blyfusco فيش تواصل ولا اتصال ما بين الجزرتين جزيرة Lilliput و Blyfusco تبس سؤال اللي بعد بيقول لنا what is Gulliver the plan what is Gulliver the plan to help the Lilliput so that so that Blyfusco can't attack Lilliput لكي لا تستطيع Blyfusco مهاجمة جزيرة Lilliput يبا his plan is to take their ships هو انه يأخذ السفن بتاعتهم ل سفن جزيرة Blyfusco so that Blyfusco can't attack Lilliput لكي لا تستطيع مهاجمة Lilliput سؤال اللي بعض بيقول لنا what did the people of Blyfusco do عملوا الناس بتوع Blyfusco when they saw Gulliver لما شافوا Gulliver they were terrified كانوا مرغبين كانوا مرغبين سيلرز البحارة jumped from the ships قفزوا من السفن and swam as fast as they could وعاموا بسرعة على عد ما استطاعوا على عد ما ادروا to the shore إلى الشاطئ يبا عملوا إيه they were terrified sailors jumped from the ships قفزوا من السفن and swam as fast as they could to the shore ولكن هم بدأوا في مهاجمة Gulliver ثانية ماذا فعل Gulliver بأسطول بليفاسكو فليت بمعنى أسطول فليت of ships بمعنى أسطول سفن طيب he fastened with T silent he fastened the metal hooks ربط metal hooks طبعا هو كان عاملهم الأول كان أخذ metal poles ويعني خد خلاهم أخذوا الشكل الهوكس وبعد كده ربطهم فين في سلاسل وأخذ كل ده وراح يقول لنا he fastened the metal hooks ربط الخطفات المعدنية onto each ship في كل سفينة and tie the chains together وربط السلاسل كلها مع بعضها and pulled the ships وسحب السفون all to Lilliput كلها إلى جزيرة Lilliput سؤال اللي بعضه بيقول لنا why do you think he اللي هو Gulliver يعني why do you think he didn't destroy the ships ليه تعتقد إنه لم يدمر السفن ليه مدمش السفن or kill the sailors ولا أتى للبحارة في عندنا احتمالين بيقول لنا perhaps ربما he didn't destroy the ships so that the Lilliput could see them ربما لم يرد تدمير السفن لكي يستطع أهل Lilliput أن يروا ما تم إنجازه إنه قبلهم السفن اللي غيرت عندهم كان ممكن يدمرهم هناك وخلاص لكن هو بس عايز يوريهم إنه أنجز شيء يعني وعدهم به كمان بيقول لنا perhaps he didn't kill the sailors ربما لم يرد قتل البحارة of بليفاسكو لطوع بليفاسكو because he was kind لأنه كان طيب and merciful وكان رحيم or because he thought the war started for silly reasons أو لأنه يعني اعتقد أن the war started for silly reasons الأسباب سخيفة and he didn't want to hurt anyone ومش عايز يأذي أي حد كل دي احتمالات طيب how did the soldiers of بليفاسكو try to stop غالبار كيف استطاع الجنود بتوع بليفاسكو من محاولة إيقاف غالبار أو كيف حاول جنود بليفاسكو إيقاف غالبار طبعا إيقاف غالبار من أخذ السفن أو السيطرة على السفن what did he do وهو عمل إيقاف the soldiers shot arrows at Gulliver يبال the soldiers الجنود shot يعني أطلاقوا shot arrows أطلاقوا السهام at him هو عمل إيقاف he put on his glasses طبعا لبس النظار بتاعته to protect his eyes لكي يحمي عيني أوكي how does the king of Lilliput كيف Malik Lilliput reward Gulliver for his help كيف كاف Malik Lilliput Gulliver على مساعدته طبعا بيقولنا the king gives Gulliver the most important medal إده أهم ميدالية في Lilliput in the country في الدولة كلا تمام طبعا إحنا عارفين أن Gulliver's Gulliver's days became easier he was a hero and he was treated as a hero وكان يعامل كبطل ولكن the king was ambitious كان أكثر more ambitious أكثر يعني تموحا أكثر أو عنده تموح أكثر so he asked Gulliver طلب من Gulliver to control أو take control of Blyphosco نحن ناخد جزيرة في Blyphosco بقى خلاص نحن عندنا قوة لا يضهيها أي قوة فلازم نحن نسيطر على Blyphosco ونحن 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 يجب أن نحن كل المتمردين فغالفر قال له ففنفس اللحظة ففنفس اللحظة تغيرت إلى شخص آخر وقال لغالفر فيما معناه يعني مختصر الكلام أن حياتك هنا هتكون صعبة جدا لأن أنت أنت رفضت أن أنت تساعدنا طبعا هو يعني أساءة فهم جاليفر هو مش عايز هو يعني مش رافض أنه يساعدك ولا حاجة ولكنه هو رافض الشر طبعا الملك بدأ يعني يتفق مع المستشارين بتوعه أنه هما تجدوا حل مسؤول الخزانة ده تراجرر تراجرر ده اللي هو مسؤول الخزانة وقال لليفوت تقول the king أهل الملك that جاليفر makes the kingdom أو makes the country spend more and more money on his food بيجع على الدولة تسرف كتير على أكله and we must find the solution لازم نجد حل طبعا some of the advisors بعض من المستشارين اه suggested اقترحوا to kill Gulliver ان هما يقتلوا Gulliver with poisonous arrows بأسهم مسمومة يطلقوا عليه أسهم مسمومة to kill him others الآخرين طبعا الشر بقى بيبدأ يظهر كل واحد بيحاول يتفانى to prove ان هو يثبت لمين to prove that he is honest and loyal ومخلص to the king أنا جراك اليمين وأنا هفكر لك أكثر أو هجيب لك أكثر فكرة شرا عشان تبقى راضي عني مش مهم بقى ايه احنا هنقتل أو هنعمل ايه بس احنا المهم ان انت هتكون راضي عني فبالفعل كل واحد قدم حاجة واحد او مجموعة قالت ان احنا to burn him to burn him while he is inside his house يبقى يحرقو with his house يحرقو بالبيد بتاعه while he is inside وهو is inside بالداخل وبعضهم قالوا ان احنا it is a good idea to shoot arrows poisonous arrows at him ولكن الملك كان عنده كان رحيم شوية الملك يعني بصراحة قال له يعني احنا i don't want to kill galliver انا مش عايز اقتل galliver or i i'd like to make him blind سوف اخلي اعمى تمام طيب وبعدين طبعا ده مش رحمه على حاجة يعني هتخلي blind طيب وبعدين وبعدين هو هيساعدنا he will be obliged سوف يكون مرغم انه هو to help us انه يساعدنا يعني احنا هنتحكم فيه وبعدين قالوا طيب ما هو يعني لو رفض يساعدنا احنا مش هنديله فود كمان ويبقى كده تخلصنا منه ويموت المهم في شخص يجي قال ل galliver الكلام ده واحد من المسؤولين او الادفايزور يجي الملك مش عايزك تتقتل هو عايز يعني خليك blind في هذي او في هذي الفترة في مجموعة من الوفيشلز المسؤولين came from بليفاسكو جوم من بليفاسكو to find a solution لكي يجدوا حالا to end the war between the two countries لكي ينهو الحرب ما بين الدولتين كفاية يعني فرحوا للملك وطلبوا منه انهما يشوفوا الجايانت ويشكروا to thank him for for not hurting anyone على انهما ما ازاش اي حد and for not killing anyone انهما ما اتلش اي حد ناس كويسين يعني وانهما they wanted to receive him as a guest وانهما عايزين يستقبلوه they wanted to invite جاليفر as a guest كضيف in بليفاسكو في جزيرة بليفاسكو طبعا جاليفر وصل كل الكلام دا جاليفر one day while he was on the shore he decided to go to بليفاسكو قدر انهو يروح لبليفاسكو لما لا انه كل حاجة بقت في الاسوأ يعني راح لبليفاسكو and they welcomed him greatly رحبوا بي بشكل كبير جدا طبعا the king asked جاليفر to help them طلب منه انهو يعني ساعده وبعضين بعد شوية طبعا جاليفر اراد انهو يعني يسافر خلاص كفاية كده فهو في يوم الايام he found a boat بسوط فلاقى قارب القارب دا كان يعني كان في مشكلة ما he had a small او a little problem كان في مشكلة فاللي حصل انهو he asked the king طلب من الملك انهو to give him some ships بعض السفن to get the boat انهو يجيب القارب القارب على بعد مسافة من الجزيرة بسهو مش يقدر يجيب القارب هو كان the perfect size الحجم اللي هو المناسب قارب عادي ممكن يركب فيه جاليفر ويرجع لإيه to go back to انجلند انهو يرجع لانجلترا he asked the king to give him ships انهو ديلي سفن in order to help him لكي يساعده to get the boat انشان يجيب القارب من المسافة اللي هو فيها فالملك طبعا يعني انا عايز اقول له يعني جاليفر انت اخدت كل السفن يعني اخدت كل السفن اللي كانت معانا يعني احنا كان عندنا 50 ships انت اخدتهم but we still have we still have 20 boats لسه عندنا 20 boats أو 20 ships لسه عندنا 20 boats 20 قارب ممكن نساعد اجديهم يا جاليفر احنا كرماء لأبعد ما تتخيل بالفعل استخدموا 20 boats في انه هما ايه to get the boat وكان في بعض السيلور ساعدوا جاليفر وجاليفر برضو من ناحية التانية he used أو he decided to push the boat from behind من ايه من الخلف كان بيزوء البوت القارب بيساعدهم وبيساعد السفن اللي بتقر البوت ان هي انه هما يوصلوا القارب للشاطر استطاعوا he fixed the boat يعني صلح القارب وفي الفترة دي طبعا طبعا الملك وكانش عايز جاليفر انه يسيبهم يعني and he asked him to help طلب منه نوعي ساعد ولكن قاله يعني I want to go back to my home England عايز أرجع لإنجلترا يعني يعني one of the rebels one of the rebels واحد من المتمردين and he escaped punishment وهو هرب من العقاب سويني يعني هما ملك لليبوت sent a message أرسل رسالة to بليفاسكو telling the king قائل للملك that جاليفر is one of the rebels and he has escaped punishment وهو هرب من العقاب he must be punished and he must be tied لازمتربت and sent to بليفاسكو ويرسل and sent to لليبوت ويرسل إلى لليبوت طيب الملك تعب لليفاسكو كان في حيرة أنا دلوقتي أعمل إيه I gave Gulliver a promise اديتو وعد مهم and I must not break my promise ولا يجب إن أنا أكسر وعدي بالفعل بعد يعني thinking about the situation he decided to leave جاليفر قرر إنه let جاليفر go يسمح لجاليفر إنه هو يمشي وقال في الرسالة بعث لهم قال لهم إنه يعني هاي سافر he will leave the the island الجزيرة and he will no longer be a problem سوف لا يمثل أي مشكلة for any of the two islands لأي من الجزيرتين فيجب إنه نحن نتركه لو عملنا comparison بين ملك لليبوت وملك بليفاسكو هتلاقيوا إنه ملك لليبوت يعني ambitious more ambitious طموح أكثر evil شرير ولكن the king of لليفاسكو was wise كان حكيم honest generous كريم and he didn't like war ولم يحب الحروب طبعا ده بيثبته لنا الكم موقف اللي حصلوا معا بالنسبة لجاليفر لما جاليفر أخذ السفن هم ما كانوش عايزين أو ما كانوش عايزين يأذوه راحوا شكروا إنه هو ما أزاش أي حد وكمان كانوا بعثين الوفد ده لكي ينهي الحرب بين الجزيرتين ولما طلب ملك لليبوت إنه تسليم جاليفر رفض إنه يسلم جاليفر هو مش عايز دماء ومش عايز حروب وعايز الناس تعيش في سلام طيب تعالوا إحنا نشوف طبعا جاليفر سافر وترك الجزيرة وطبعا الملك اداله شيب أغنام طبعا صغيرة وكاوز برضو صغيرة وداله فود ممكن يكفي for several weeks أسابيع while he was in the sea وهو في البحر he saw shape a ship أو a boat and he got closer قرب من البود they had the English flag كانوا معلقين the English flag العالم الإنجليزي معنى كده أنهم ما تبع إنجلترا وكانوا في رحلة من عائدين من جابان رايحين إيه لبلدهم إنجلند وكان حظ جاليفر إنه إنه يلاقيهم في الطريق بالفعل هم أخذوا جاليفر معهم في القارب جاليفر كان مبسوط جدا and he gave the captain إدى الكابتن of the ship كابتن السفينة إداله إيه إداله شيب بعض الأغنام to give them to his children عشان يديهم لأطفاله طبعا في الأول هو سأله وقال له أنت كنت فيين وهي tell me about your story طبعا جاليفر told him the story ولكن the captain يعني thought that جاليفر is a mad man أعتقد أن جاليفر ده راجل مجنون أنت بتقول أي كلام يا جاليفر فجاليفر decided to prove that he's right قرر أن هو يثبت له أنه كلام صحيح he showed him ورى the painting طبعا الملك بتاع بليفوسكو قد له يعني صورة ليه وغاليفر حطها فين حطها في the glove in his glove في الجوانت بتاع لأنها كان tiny painting عشان طبعا to protect it from water عشان يحميها من الماء وأنها ما تبصش من الماء ورى له painting ورى له كمان الشيب والكاوز طبعا جاليفر الكابتن كان بتحول من هو بيعتقد أن جاليفر راجل ماد بدأ يعني يبقى surprise مندهش جدا ولكن في النهاية يعني صدق جاليفر جاليفر gave him sheep بيديله أغنام to or his children لأطفاله ورجع جاليفر إلى انجلند إلى انجلترا he found his family وجد العيلة بتاعته طبعا متغيرة his children was his children were tall أو طول طبعا his son johnny was in a high in a good school في مدرسة كويسة and his daughter Betty found a good job وجدت وظيفة كويسة وطبعا حياته بقت كويسة ولكنه بدأ بعد شوية ملقاش jobs ملقاش وظائف فبدأ يدور على وظيفة as a surgeon كجراح on a ship على سفينة والسفينة اللي هاي يشتغل عليها تبقى اسمها adventure دي اللي احنا هنبدأ معها المرة اللي جاء إن شاء الله دلوقتي في عندنا مجموعة من الأسئلة نشوفها ونرجع مع بعض بيقولنا لماذا دلوقتي والسفينة ستة من المسؤولين من بليفاسكو من بليفاسكو زاروا الوزر لليليفود طبعا الان الوزراء أتوا إلى لليليفود أتوا إلى لليليفود لتسأل كيف يمكنهم الانترى باستخدام كيف ينهو الحرب باستخدام بكل سلام ويجبهم أيضا يتسألوا الانترى الانترى وطلبوا انهم يقابلوا الأملاق الهائل اللي هو وغاليفر who had taken their ships اللي أخذ السفن بتاعتهم they invited غاليفر to visit their country داعوا غاليفر إنهو يزور دولتهم بيولنا why did the officials thank غاليفر ليه شكروا غاليفر ليه المسؤولين شكروا غاليفر بيولنا they thanked غاليفر for not hurting any of their people شكروا إنهو ما أزاش أي حد من شعبهم يولينا why did the king's advisor visit غاليفر one night ليه المستشار بتاع الملك زار غاليفر في ليلة ما he came to warn غاليفر 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 that the king's advisors إن المستشارين الملك wanted to punish him أرادوا إنهم ما يعقبوا some of the advisors بعض من المستشارين wanted to shoot him أرادوا إنهم ما يطلقوا النار على غاليفر with poisonous arrows بيسهم سام and others وآخرين wanted أرادوا to set fire to his house إنهم ما يشعلوا النار في منزله while he was inside وهو بالداخل some wanted not to give him any more food وبعضهم أرادوا إنهم ما يدج غاليفر أي طعام the king wanted to make him blind الملك أراد إنه ما يخليه أعمى السؤال الأخير بيقول لنا what was the final agreement that advisors and the king of Lilliput reached about Gulliver طبعا they decided to make Gulliver blind now dear students we have come to the end of our episode for today wishing you good luck and bye bye